موسيقى مساء الخير وأهلا بكم حلقة نهاية الأسبوع وكلمة أخيرة غدا أول يوم يتم تطبيق في قرار مجلس الوزراء بخصوص عدم دخول المواطنين إلى المقار الحكومية والهيئات دون تطعيم هنتعرف على التفاصيل على الأماكن التي سيتم فيها تطبيق هذا القرار لأنه حيطبق في أماكن كثيرة لكن لن يطبق مثلا في البنوك البنوك العامة اتحاد البنوك النهاردة أصدر بيان قال فيه أنه هو الالتزام بالكمامة هو سيكون الشرط لكن مش هيقدروا أنه هما يوقفوا الناس لأن احنا بنتكلم في عدد ضخم جدا من المواطنين بيدخلوا البنوك هنتعرف على الأماكن التي سيتم فيها تطبيق هذا القرار هذا القرار هدفه الأساسي زيادة معدلات التطعيم احنا بنتكلم في 45 مليون جرعة تم تقدمها في مصر محتاجين نزود هذه المعدلات مرة أخرى البيئة الخاصبة للمتحورات هي البيئة اللي غير متعامة معدلات الوفيات بتزيد في الدول غير المتعامة العدد فيها النسب فيها نسب التطعيم فيها مترجعة آخر تصريح لمنظمة الصحة العالمية أنها أوسط المواطنين أو الناس اللي هم أكتر من 60 سنة بعدم السفر للخارج أو خارج بلدانهم خلال هذه الفترة حتى اتضاح الأمور حول هذا الفيروس الجديد الأوميكرون فنتمنى من الناس جميعا أنها تذهب للتطعيم القصة مش بس أنه هو إجباري في عدد من الأماكن زي الجامعات زي المدارس بالنسبة لهيئات التعليم زي أماكن زي المقار الحكومية بالنسبة للموظفين والمواطنين أيضا ولكن الأهم هو صحة الناس هنتابع هذه القضية في ساعتنا الأولى وبعيدا عن الكورونا وصحيح أن ميسي أخذ الكرة الذهبية أمس كأفضل لاعب في العالم وطبعا علامات استفهام كتيرة مش عشان صلاح ما خدهاش ولكن علشان السؤال هو هل ميسي كان بالفعل أفضل لاعب في العالم العام الماضي لكن الصورة الأكثر تداولا كانت صورة ماجي أم مكة زوجة صلاح وهي تتسلم جايزة القدم الذهبية في موناكو وهي جايزة أخرى تقدم بيه هي طبعا جايزة بتصويت الجمهور تصويت النقاط ثم تصويت الجمهور ورغم وجود صلاح في الحفلة إلا أنه طلب من زوجته إنها هي اللي تتسلم الجايزة الحقيقة أن دي صورة يجب أن نقف لها احتراما ونقول له شكرا يا صلاح برافو إحنا سعداء جدا بهذا التصرف المحترم الـ civilized المتحضر هنا الزوجة شريك في النجاح الزوجة شريك زيها زي جزء بالزبط صحيح هو النجم ولكن هو بيقدمها على أنها شريكة النجاح يعني تستحق إن هي اللي تاخد الجايزة لأنه بدون مجهودها معاه هو ما كانش يقدر يكون محمد صلاح مثل المتحف من الزوجة في ح pergunta ؟ أعتبر